السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب خلاص نبتدي بنبيل الجميل حضر انتو عايزين هنيدي الاول يلا بينا هنيدي الاول فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل فيلم كوميدي مصري جديد احدث افلام محمد هنيدي واضح جدا كمية الهزل والهزار والكوميديا والضحك والنكت اللي فيه من اسمه الجذاب جدا اللي فيه ناس المفروض انها تضحك بمجرد لما تقراها اصلا وبيحكي عن جميل الشاب يتخرج من كلية الطب بتفوق بسبب اعجابه بفتاة اسمها علياء اللي ايما بدورها نور وبسبب صدقتهم بتتوسط له ان هو يشتغل في مستشفى والدها دكتور التجميل الكبير جدا ولكن بيحصل تنافر واصراع متكرر في المستشفى دي بسبب اسرار نبيل على انه يعمل عمليات لدعم الفقر او حاجات بالطريقة دي بينما المستشفى دي مستشفى استثماري فبيحصل خلاف ما بينه وما بين صاحب المستشفى اللي هو والد عالية وبيقرر ان هو يستقل برحلته في ان هو يبني لنفسه اسمه وصمعة كاخصاء تجميل كبير وبنمر بعدد من المفارقات وعدد من المغامرات الكوميديا علشان نشوف نهاية هذه المسيرة حينجح ولا لأ وهل حبه لعلياء حينجح برضو في ان هو يعلن ويرتبط بيها ولا لأ مش ده شبه قصة هماما كلهم شبه باهم كلهم نفس الحاجة اصلا هم كلهم كده ليه الفيلم سيء عشان ما فيهوش اي حاجة كويسة على الاطلاق الحدوتة شبه كل الافلام بتاعت محمد هنيدي اللي مصمم عليها ولي بيستخدمها كقالب لتقديم كوميديا ماشي انا مشتري يا سيد الحدوتة شيء مش مهم اساسا احنا بنقدم اي قالب من اي نوع علشان نقدم كوميديا اصلا فكرة ان محمد هنيدي في سنه بيقدم دور شاب ده مش حكم اعدام على الشخصية ولا على الفيلم ولا على محاولات الكوميديا بتاعته بالعكس ده ممكن تكون محاولة ينتج من خلالها كوميديا اكتر واكتر اه واحد بيلعب دور مش سنه اطلاقا واحنا المفروض ان احنا بنحاول نقتنع بده ونصدقه فالموضوع فيه جانب من جوانب الترياءة او الاشتغال او حاجات بالطريقة ده لا هو متبني الشخصية ومتبني المرحلة السنية ومتبني نفس المفارقات ونفس المشاهد ونفس الفرص بتاعت نفس الافهات اللي هو عمال يعملها من زمان قوي لحد دلوقتي ومع كل اسف هي دية اللحظات الافضل في الفيلم لما بيروح للمدارس القديمة بتاعته الانترفيو المفاجئ اللي في البيت والهزار اللي بيحصل مع المديعة والحاجات دي دي افضل لحظات الفيلم وافضل لحظات الفيلم داية هي اللحظات اللي انت كمشاهد ما بتفكرش فيها انك تقوم تمشي مش اكتر من كده مش بقولك لدرجة انك تضحك مثلا او انك تبتسم او انك تنبسط ما دون ذلك محاولات جديدة للكوميديا ولدت ميتة ومع ذلك فيه اسرار فضيعة في انها تتحلب بنحلب جثة من ساعة لما تقاله هو ده متقيل خلاص الحاجات ديت يا جماعة في الافلام الكوميديا احنا عرفنا مع تكرار المشاهدات والامور اللي زي دي انه بيبقى فيه محاولات كتيرة جدا وبعد كده لما بنخص قط المونتاج بنبتدي نشوف ايه اللي اشتغل ايه اللي ما اشتغلش ايه اللي طول ايه اللي ما طولش ايه اللي قصه ايه اللي خليه لان زي ما قلنا القصة مش فارقة في حاجة لانك تقول ان فيه مشهد مهم انه يفضل موجود في الفيلم لانه بيخدم القصة قصة مين يا عم؟ ده احنا فيه شخصيات واحداث واماكن وحاجات بالهبل اتقدمت في الفيلم وبعدين ولا رجعنا لها ولا بصينا عليها ولا هتمينا بيها ولا اي حاجة خالص انت كل اللي بتحاول تعمله هو الكوميديا طب ازاي الحاجات دي عدت من الناس دي كلها؟ هل دي فعلا فجوة اذواء؟ ولا الحاجات دي دحكت ناس بجد ولا ايه؟ انا عايز افهم انا منزعج جدا من الفيلم لان على عكس ناس كتير انا فيلم الانس والنمس مدايقنيش طبعا مش هقول علي ان هو كان فيلم حلو وعودة هينيدي وكلام زي ده قلت بس خطوة بنكسر بيها النزول المستمر السقوط الحر اللي احنا كنا فيه ده عملنا حاجة كده فيها امل شويتين المرة دي مفيش فيه اصرار على حاجات ما ينفعش ييجي منها كوميديا وما ينفعش يجي منها دحك موضوع صعب قوي يعني انا مش هاوز انكر محاولات بعض الشخصيات المسندة اللي ممكن نقول عليهم برضو لسه في البداية بشكل او باخر زي رحمة اللي عملت دور زينة باخته امن الوقت احت طبعا انها فرحانة بان هي موجودة في دور زي ده بحجم زي ده وبتحاول تقدم من خلاله حاجة ولكن كل المساحات اللي اتقدمت لها مفيش محمد سلام كان كويس في الفيلم ولا زيهم هو احد اطواق الانقاذ يمكن برضو اللحظات بتاعته في الفيلم هي اللحظات اللي حتخليك مش عاوز تقوم تمشي الفيلم ده يا جماعة في بداية نص والتاني اللي هو المفروض عند عملية انتقال شخصية جميل للعمل الحر وعدد كبير من المواقف الكوميدية اللي بتعرض لها من خلال مرضى جايين لطبيب او اخصائي تجميل وهما مش فاهمين اوي هو بيعمل ايه او بيشتغل في ايه وكلام زي ده دي اللقطة بتاعت المونتاج المونتاج بتاع الحلات المتتالية اللي بتخش تصنع مواقف كوميدية مع شخصية البطل بتاعتي عايز اقول انها بتتنافس عندي مش عايز اقول بشكل مطلق عايز اقول انها بتتنافس عندي على لقب اسوأ حاجة ممكن اكون اختبرتها في حياتي مش 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 تسلسلات اسوأ حاجة ممكن اكون اشوفتها في حياتي يا الهي على تقل الدم مش ممكن انا ما شفتش اسخف من كده في عمري نضيف لذلك ان احنا بنتكلم عن اخصائي تجميل فلما بيتعرض لعثرات او مشاكل او مقالب او مكائد معمولة فيه او كلام زي ده بتنعكس على شغله في اوجه المرضى بتوعه حاجة تقلب البطن تخطينا حتى مرحلة ان انا بتفرج على حاجة ممكن تعدي وخلاص لحاجة بتتحداك على مستوى الازعاج حاجة بتقصد انها تقرفك فبعد الاحيان بهدف الكوميديا وبعد الاحيان بهدف الدراما عرف لو روع بقى قبلها دي حاجات تقلب البطن شخصيات معرفش عملها ايه فده نتج عنه دمامل وبلاؤل يا ربي مين اللي وافق على الكلام ده مفيش بني ادم كان موجود هما بيصوروا الكلام ده وتقال لهم مش للدرجات دي نوقف هنا وليه مش مشهد واحد كم مشهد يا دوت اربعة مشاهدة اللي بقولك ان في حاجة اذا حصلت غلط فديطلع حد وشه وفي حاجة المفروض انك تضحك عليها مرتين بهدف الكوميديا ومرتين جد فيلم كوميدي المفروض تتفرج عليه وتطلع مبسوط كام من عشر الفيلم عشان المشهد بتاع الانترفيو حقيقي دحكني شوية عشان المحاولات بتاع ترحمة احمد عشان الجو العامل خفيف من الشخصات المساندة مفيش حد فيهم قادر اقول ان هو كان مهمل في اداءه لدوره انا تقييمي للفيلم 3-10 فيلم الباب الاخدر هو فيلم مصري بيعرض على منصة واتشت تم تسويقه او تم طرحه تحت عنوان مهم جدا 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 وهو انه سيناريو اسامة انوار عكاشا مش بس قصته لا ده قصة وسيناريو وحواره اسامة انوار عكاشا علشان يتم تقديمه في شكل فيلم اللي هو فيلم الباب الاخدر وفيلم الباب الاخدر احداثه بتدور عن شخصية رئيسية اسمها عيشة دي بنت بتحمل وبتولد في غياب زوجها زوجها ده المفروض ان هي جوزته في ظروف خاصة كده بتتشرح جوه الفيلم بورقة عرفي وبعد كده سبها ومشي وبعد كده هي حملت وخلفت فبقت فيه تهديد كبير جدا بفضيحة لها ولكن اهلها بيتطفقوا على انها ما عملتش مصيبة ما اجرمتش ولا حاجة لازم البنت تروح مصر عشان تلاقي الاب ده وتجبره او تاخد منه بسهولة لانها كانت متصور انها هتبقى مهمة سهلة اسيمة الجواز اللي موجودة عنده وتقدر تطلع شهادة ميلاد للطفل او الرضيع الصغير تقدر ترفع راس الوادي يعني في البلد وتضمن انها او تثبت انها بريئة وانها ما عنداش مشكلة او كلام زينا اللي بيحصل انها بتنزل مع مش عارف جدها ولا شخصية ليها تبجيل ما في الاحداث يعني القاهرة والرجل بيعوز يزور سيدنا الحسين وبيقولها تنتظريني عند الباب الاخضر هي بترهق وبتتعب فبيحصل محاولة اختطاف للرضيع اللي معاها انا بقول التفاصيل دي كلها لسبب فبتحصل محاولة اختطاف ولكن هي بتنقذ المحاولة ديت ومن قامة بعملية الاختطاف بيقول ده الولد ده ابني انا وهي اللي كتعايزة تختافه مني فالبوليس بيجي بيكتشف ان مفيش طريقة لاثبات ان الولد دوت ابنها فعلا فبياخدها على الاسم وهي بتصمم على الرواية السزجة بتاعتها دي فبيتم احالتها لمستشفى الامراض العقلية بينما يتم التحقيق في الواقعة دي وبياخدوا الرضيع او الطفل الرضيع دور الاحداث او اللي هي الرعاية والكلام ده هناك بتتعرف على دكتور شفيع اللي قاين بدوره اياد نصار اول ما تشوف اياد نصار اول فكرة تيجي في دماغك زي ما احنا عارفين عشان ما نتكلمش في الدنيا خين مراته اكيد طبعا وعلى فكرة بشكل او باخر لو تركز يعني حتلاقيه فعلن خامره وبيتعاطف معها وبعد كده بنخش في حوار تاني لان هو بيتعرض لمشاكل كتير في مكان شغله بسبب اعتراضه على احد المشاريع الدائرة هناك والاحداث بتنطلق من هذا الموضوع هي الحدوتة دي مفكرتش حد بحاجة اللي احنا بنتفرج عليه ده او اللي انا حكيته ده خمسين لستين في المية منه حبكة فيلم العدم كفاية الادلة بتاع نجلق فتحي وصلاح السعداني من انتك سنت الف تسعمائة سبعة وتمانية فيلم العدم كفاية الادلة نجلق فتحي متزوجة من صلاح السعداني صلاح السعداني بيسيبها وبيهجرها وبيروح يعيش في مصر وبيتعرف على واحدة وبيتجوزها هناك وهي بعد كده بتجيله بالطفلة بتاعته علشان تقابله علشان ترجع الدنيا اللي فيها بتركب اوتوبيس حد بيحاول يسرقها بتصرخ عليه بيقول لها البيت دي هي اللي خطفها وهي معهاش ورق ولا اثبات هوية ولا حاجة بالطريقة دي فبيتم ابعادها عن البنت بتاعتها والكشف على قواها العقلية اللي بسبب اصرارها على حدودة غير قابلة للتصديق ولما بيستدعو زوجها علشان ينصفها بيقول انا معرفهاش والبيت دي ما عنديش اي فكرة عنها وفي الاغلب هي خطفها فعلا وبعد كده بتظهر الشخصية بتاعت يسرى اللي بتتعاطف معاها وبعد كده الاحداث بتنطلق يبقى احنا كده بنتكلم على كام فيلمية من الحبكة يا جماعة الفيلم ده اتسوق تحت اسم انه سيناريو وحوار قصة وسيناريو وحوار اصلية لقصة مع مرة وكاشة يعني لو انت قصد تنقل عدم كفاية الادلة ما تقول ان انا نائل من عدم كفاية الادلة لو ده متقال انا اسف لو حضراتكم تسمحوا لي ده النص العدل اللي في الفيلم ما حدث بعد ذلك في احداث قسام اناور وكاشة كان كتب نفس القصة في نفس الوقت تقريبا وبعد كده تم اكتشاف هذا التشابه فقرر بناء عليه انه هو ما يترحش القصة هل كان فيه صراع على الفكرة بشكل او باخر شخصياتنا في الفيلم بتبدأ بشخصية عيشة اللي مجسدها صهر الصيخ حقيقي كويسة يمكن بس هيعدد بمطبين تلاتة في الاحداث في النص التاني دي مفيش اي ممثل في الدنيا يقدر ينقلها بشكل كويس مفيش اي ممثل في الدنيا يقدر يعدي للمطب ده او المقلب ده بس فيما هو دون ذلك هي مقدمة دور كويس حقيقي كويس جدا اياض نصار اداءه ابعاده هستيرية جدا خالد الصاوي ابعاد اداءه كاريكاتورية جدا يمكن عنده مشهد واحد حلو يمكن كمان هو كان بيعتمد عليه عشان يقدم من خلاله ازمة لها علاقة او حاجة بتبرر اللي حصل في الاول من الابعاد الكاريكاتورية اللي هو بقى بيجسد بيها حاجة التانية ان في بداية الفيلم نقل الحقبة الزمنية للاحداث بتدور فيها حقيقة كان حلو الاختيار بتاع الاوتوبيس الاختيار بتاع شكل الملابس بتاع شكل الاماكن كان حلو بعد كده بقى مثير جدا للضحك بالذات المكياج والشعر اللي هم عاملينه للشخصيات خالد الصاوي اياض نصار حمزة العيل يا الهي يا الهي على اللي عاملينه له في شكل من اغرب ما يمكن وهو اصلا الشخصية تواجدها في الفيلم غريب ده المفروض انه هو زعيم الجانب اللي بيحاول يعادي شخصية الدكتور شفيع اللي بيقدمه اياض نصاري يعني هو زعيم العصابة مرسال الجانب الشرير وتسعين في المية من الحاجات اللي بتتعامل بيعملها بنفسه يعني هو اللي بينزلي رائب وهو اللي ممكن يتدخل ويعمل حاجة بايده في الموضوع مش هيزحرق بقى لما نيجي نتكلم بحرق انا بقى نتكلم بالتفاصيل بدأت كويسة بدأت وعدة شويتين وبعد كده نهارت جدا على مستوى الـ production design حقيقة في البداية الدنيا كانت كويسة وده شيء غريب لان مخرج الفيلم اصلا مدير تصوير على قد ما انا فاهم فالمفترض ان الامور ديت عنده كانت تبقى احسن من المتوسط العام وانا كنت متفائل بيها بس الحقيقة ضربت منه خلص بيومي في وقت من الواضح ان هو ماضي حاجة مع جهة الانتاج فيها عدد معين من الافلام لازم يعملوا وفي حد في ادارة هذه الشركة حاب يخدمه فرحطه في مجموع مشاهد لا يتعدى 40-50 ثانية وكده شطب فيلم من العقد بتاعه ده تفسيري الوحيد لتواجده في الفيلم اعتماد كبير جدا على الصدف ان شخصية تطلع حاجة وحاجة تانية في نفس الوقت عشان مفيش وقت ان انا اقدم شخصيتين اعتماد على اداة معينة لانهاء خطوط بعض الشخصيات ثلاث مرات جوه احداث الفيلم الموسيقى شكلها احساسي انها حاجة بيتم تدورها مش قصدي طبعا ان الموسيقى مش اصلية ولكن ملها الشخصية تحس انها نفس الموسيقى اللي بتتقدم في كل المسلسلات المصرية تقريبا وليه بقول ان الفيلم دوت اقل من نبيل بالنسبالي لان ده فيلم جد ده فيلم بيناقش قضية حقيقية يعني تقييم الفيلم عندي انا 2.5 من عجرة طيب نحط سبويلر بصوا يا جماعة ايه بقى اللي بيحصل في مستشفى الامراض العقلية دي ان هي ليها جانب استثماري بيديروا دكتور وبيجربوا فيه مشروع هذا المشروع عبارة عن مصل المصل ده عندما يحقن بيه الانسان ينفع ان تتم اعادة برمجة اذكاره يعني اقوله اسم جديد فيقتنع ان هو ده اسمه اقوله شغلانة جديدة فيقتنع ان هي دي شغلانته وان هم بياخدوا المرضى اللي لا ليهم اهل ولا ليهم حد يسأل عليهم عشان يجربوا فيهم المصل ده ويثبتوا قد ايه هو مصل فعال في هذه اللحظة اياد نصار بيعترض على هذا المشروع فبيتموا معاقبته من قبل الناس اللي عندها القوة والسلطة في القائمة على هذا المشروع الى رأسهم حمزة العالي زي ما قلنا بانهم ابعدوا عن وظيفته الجامعية وحصروه في الجانب الحكومي بتاع المستشفى الامراض العقلية اللي هو موجود فيها رغم ان هو بيهدد ان هو يفضحهم ومقدمهم في تحقيقه في النيابة بس هم سيبينه عايش علشان يعترض على هذا المشروع وكلام زي ده من الشخصيات القائمة على هذا المشروع اخه مراته اللي هو رافض يطلقها واللي في مرحلة من المراحل بتاخد الانطباع انه مشكلته مع عيشة انه هو بيحبها اذا ياد نصار عمل ايه خان مراته بليش دعوة انا اقتنعت 100% انه هو ضوط اللي حصل ومش هغير كلامي مهما حصل فيه تحقيق قايم على هذا الموضوع وهو مع الملفات اللي تثبت فساد هذا المشروع على جميع الاسعيدة فبيقرر انه هو يبعتها لرئيس تحرير جريدة هو كان مقتنع بانه هو راجل شريف وفي الاغلب حيسند القضية بتاعته ولكن هذا الملف تم تعطيله فذهب لكي يقابله عشان يطلع رئيس تحرير الجريدة ده مين هو هو نفس الشخص اللي عيشه جاي عشان تثبت انه هو ابو ابنه فاصبح دلوقتي القضية هنا بقى الفكرة فكرة الفيلم اللي انا فشلت في اني افهمها هي اعتراض الناس الشرفاء على محاولة هدر هوية الانسان لان المشروع اللي هما بيعملوه دوت اصلا بيتم تحضيره مش عشان يتم استغلاله ضد ناس معينة ده المفروض ان الشعب كله حيطعطاه فيتم اعادة برمجته مرة من مرة وجديدة فيبقى شعب هادي وطيب وطيع وسمع الكلام وحاجات زي كده له لوجود الشرفاء اللي واقفين في طريق هذا المشروع الراجل الكبير اللي كان جاي مع عيشة ابن البلد خبطته عربية في الفيلم مرتين مرة وهي مستنياة عند الباب الاخضر مما يتسبب في انها بتتعطل كتير وبتتعرض للمشكلة اللي فيها دي ومرة وهو نازل من عند الراجل اللي عاوز يجبره انه يعترف بنسب الولد الصغير في حدثة يعني هو كما يعدي الشارع خبطة عربية فمات هل هم دول خبطتين العربيتين بس اللي موجودين عندنا في الفيلم الحقيقة لا إياد نصار في النهاية بعد ما بيوضح انه هو مش هيسقط على هذا الموضوع وبيروح لرئيس التحرير علشان يجبره يعترف بنسب الولد وهو خارج من عنده في المكتب وبيعدي الشارع خبطته عربية ولكن المرة دي مش حد المرة دي عملية اغتيال قام بيها مين؟ حمزة العين شخصيا مش اكبر حد يخبطه او يعني كلف حد يخبطه بالعربية هو شخصيا اللي راح خبطه بالعربية هو اصلا انت ماينفعش تقرأ اخر رسالة وما تفهمش الفكرة في الفيلم بيحاول يقول ايه لان الفيلم بيحاول يقوله كتبه في اخر رسالة وبعدين راح كاتب ايه جملة فلكي يصير الانسان ذو هوية فلكي حاجة فلما كتب فلكي انا تصورت انها سمت الولد الصغير فلكي وان احنا كده بنستعد لجزء التاني من الاحداث نخش في شلبي شلبي على الجانب الاخر بدل ما يحط الحكمة بتاعته في اخر الفيلم حطها في اول الفيلم هو في اول مشهد في الفيلم من خلال العروسة هو شلبي ده اسم عروسة بيوضح فيها ان الفيلم دوت معمول لكل الشخصيات الخفية الغير مرئية يقصد بيها كل المهمشين على مستوى الابداع والفن والحاجات دي الشباب اللي بيحاولوا يلاقوا لنفسهم مكان ويحاولوا يشتغلوا كلام زينا مرسلنا في هذه القصة او ممثل هذه الفئة هو صابر وصابر هو شاب بيشتغل في بيت رعب بيعمل نمرأ يعني في بيت الرعب وكل حلمه في الحياة انه هو يقضي وقت بسيط مع العروسة بتاعته او العريس اللي هو بيعملها لانه عنده حلم انه يعمل بيهم عرضة او مصرحية علشان يلاقي لنفسه مكان وعايش في بنسيون بتديره سعدية اللي قايمة بدورها روبي وفي هذا البنسيون بيصادف او بيقابل شخصية شريف جزرة ومعاهم في نفس البنسيون بيومي فؤاد اللي هما في الاول بيشوفوا شخصية غامضة وخايفين منه بعد كده بيطلع مؤلف فبيتحدوا مع بعض من اجل تحقيق هدف انه هما يعملوا المصرحية بتاعتهم وبنعدي بقى بالمراحل اللي احنا عارفنا في الافلام المشابهة شوية من اجل عملية التمويل من اجل كل المعاوقات اللي ممكن توقف في طريقهم علشان يلموا اعضاء الفرقة المطلوبة علشان يعملوا الاداء ده وبعض المشاكل عندهم هما شخصيا منها مشكلة من اجمل ما يمكن عند شريف جزرة انه هو حائز على جائزة في التمثيل من المركز الثقافي ولا مركز الشباب بتاع بلدهم اللي هو ما فيش حد في الدنيا يتفرج عليه هناك واول لما بيلاقي نفسه قدام الناس بيسكت ما بيعرفش يتكلم ما بيلاقيش عنده حاجة يقولها او كلام زي ده الفيلم طبعا على مستوى القصة على مستوى الحبكة على مستوى الرحلة بتاعت الشخصيات سطحي جدا وبسيط جدا وبتشوبه بعض الفجوات كذلك دي حاجة كده لازم نديله فيها باس زي ما دينا فيلم نبيل نفس الموضوع على امل انه هو يضحكنا فيلم شلبي على الجانب الاخر بيعاد بحاجات اكتر شوية بيعاد بانه هو يضحكنا بيعاد بانه هو يوفي بوعده بارسال خطاب غرام لكل المبدعين الشباب اللي بيحاول لو يلاقل نفسهم مكان وكذلك بيعادنا ببعض الترفيه المقترن بشغل العرائس والاغاني والاستعراضات والامور اللي زي دي والحقيقة شلبي بينجح في دول كلهم المرة دي الترفيه بتاعنا ما هواش دحك سطحي فقط هو دحك سطحي وخطاب غرام واستعراض وفكرة ان احنا نتفرج على حاجة فيها استعراض كنت اتمنى ان الفيلم يصعب الدنيا اكتر من كده شوية فعدد الاغاني في تعقيد الاغاني في الرأسات اللي بتتعامل في تصميمها في ان هو يدمج مجميع اكتر من كده شوية ولكن هو استغل العرائس استغل الديكورات المتاحة قدامه وحدود موهبة الممثلين اللي احنا قلنا عليهم سواء في الغناء او الرأس وقدم حاجة مقبولة جدا وخفيفة على القلب اولا هو فيلم عائلي جدا ده فيلم رائق وذوق وعذب الى بعد كبير قوي مش هقول الى ابعد نقطة ممكنة لان كان فيه ابعد من كده وكان فيه احسن من كده وانا استمتعت به جدا حتى اللحظات الدرامية اللي زي ما احنا عارفين بتبقى فيها قدر من الابتزاز شوية عشان المشاهد يتعاطف او يعيط او يحس بحزنة او بشجن مع الشخصيات حقيقة موفق فيها كلها رغم ان انت شايفها جاية من على بعد ميل ومتوقعها تماما ولكن بتعدي بتلاقي نفسك انبسط بها كمشاهد كاست الفيلم رائع حتم صلاح اكتشاف من اجمل ما يمكن كريم محمود عبدالعزيز زي ما بيقولك كده نسمة هوى منعشة شويتين لسه مزهقناش منه وانا بتوسم ان ان شاء الله بازن الله ما يحصلش ان احنا نوصل اليوم من الايام ونزهق منه روبي دمها خفيف بيومي دمه خفيف في الفيلم ده روبي وهي بتغني دمها خفيف قوي وهي بتمثل انا مش عارف لغاية دلوقتي مش قادر اشتري مع كل اسف ارك بتاع شخصية البنت الصغيرة او الجانب بتاع شخصية البنت الصغيرة من اجمل ما يمكن ومن ارقى ما يمكن برضو وفيه بنت تانية جوه الاحداث اسمها حنان حتة عفريطة صغيرة بنت اللازينة زي السكة في الغونة في الاداء في التمثيل بسم الله ما شاء الله عليها حاجة تفرح يعني فيلم شربي فيه دحك من القلب وتحس ان هو دحك من غير حزق وفيه دحك حركة حلو جدا وزي ما بقول كريم محمود عبدالعزيز حتى الان يعتبر طاقة اداء وطاقة كوميديا وطاقة طرفيه غير مستغلة الراجل ما تحرقش عندنا مشاكل دايقك شوية ان كان يمكن تجنبها يعني قصة احد جوانب الشر في الفيلم المفروض ان ليها علاقة بيومي فؤاد وعائلته والكلام ده كله دي حاجات كانت ممكن تتحط على وطر يوصل للمشاهد بشكل اوضح من كده لكن الوطر اللي هما لعبوا عليه في الحتة دي محرج ولو هو محرج بقصد الكوميديا فهو ما كانش من المحاولات الموافقة وما اعتقتش ان هو وصل في النهاية لريزولوشن كويسة او اتقفل قفلة حلوة بالتقييم سبعة ونص من عشر